في الأسبوع الماضي شهدت توكيو زيادة يومية بمتوسط 1345.7 من الحالات المؤكدة وهو ما يمثل 133% من متوسط العدد اليومية للحالات المؤكدة في الأسبوع الفائت وهذا يدل على أن الإصابات في توكيو استمرت وتوسعت بشكل حد هذا ورغم أن حكومة توكيو قد حثت الناس عديد المرات على الحد من السفر إلا عند الضرورة بيد أن الناس ما زالوا يتجمعون بالقرب من الملعب الوطني الجديد الذي يعد الاستاذ الرئيسي للألعاب الأولمبية وكان ذلك يومي الجمعة والسبت وهو أمر مقلق وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد توكيو يوم السبت أن 17 من الأفراد المرتبطين بالأولمبياد جاءت نتائج اختبارهم بفيروس كورونا الجديد إيجابية ووفقاً للإحصاءات فقد جاءت نتائج اختبار 123 من الأفراد المرتبطين بالأولمبياد بفيروس كورونا الجديد إيجابية إضافة إلى ذلك وفقاً لما ورد في دليل الوقاية من الوباء لهذه الدورة من الألعاب الأولمبية يتوجب على الرياضيين المشاركين الخضوع لاختبار فيروس كورونا الجديد يومياً ومع ذلك اعترفت اللجنة المنظمة لأولمبياد توكيو يوم السبت أنه بسبب عدم كفاية أدوات الاختبار لم يتلقى بعض اللاعبين اختبارات روتينية يومية وأكدت اللجنة المنظمة لأولمبياد توكيو أنه تم شراء عدد كبير من كواشف الاختبار وذلك لضمان أن يتمكن جميع الرياضيين من تلقي اختبارات الفيروس كل يوم كما هو مطلوب